بسم الله دخل علي الصوضلية مهموم مزعلان مالك يا أستاذ عبد السلام قال لي اتفضل يا سيدي شو في التحليل بوصف التحليل لقيته اتش بايلوري بوزة يعني تحليل الجرسومة عنده إيجابي قلت له يا أخي ده اللي مزعلك ولا يهمك يا رادي خد من نشوات المعلومات ديت وإن شاء الله كده هترتاح وتبقى زي الفن يلا نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعني ايه جرسومة المعدة؟ جرسومة المعدة ديت الكائن الوحيد المكتشف في زمننا هذا اللي قدر يتجرأ ويهاجم المعدة يبقى مفيش حد عملها قبله تمام كده؟ يبقى لا فيروس ولا بكتيريا أخرى ولا فطريات قدرت ان هي بالنسبة لها كده تهاجم المعدة وتقعد فيها كده وتعمل المشاكل دي إلا هذا الـ H بايلوري إزاي عملت القصة دية المجنونة دي؟ شوف يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى حبانة في المعدة بحامض اسمه الـ HCN ده بيخلي ايه؟ الوسط بتاع المعدة وسط حامضي جدا ماشي كده يقتل بقى اي مكروب والمكروب اللي يعدي كأنه هو داخل الجسم كده يقول يارب بس قفلت من المعدة واروح اي حتة استخبه فيها اهاجمها انما في المعدة؟ لا طب ايه بقى اللي جرق البكتيريا دي على المعدة كده؟ اولا بتطلع انزيم كده اسمه يورييز اليوريز ده بيحل الحاجة اسمها اليوريز عشان تدينا امونيا ويسال وسيل الكربون اللي هو الكربون ديوكسايد القص الامونيا دي بقى والكربون ديوكسايد بيعملوا ايه؟ كأنها كده قنبلة دخان بتخلي كده بنسمي كده امونيا كلاود تمام كده السحابة من الامونيا بحس ان هي الى حد ما تضلل اله سيل ما يشوفش البكتيريا وهي تروح تستخبه بقى ايه؟ في جدر المعدة طب هو الموضوع السهل كده ان هي تستخبه؟ لا اولا بتعمل حاجة اسمها كده ستيك يعني عندها مادة كده بتلزأ وفي نفس الوقت عندها حاجة كده زي الشنيور تدخل بعد كده وتستخبه يبا دي كده الوسائل الدفاعية بالنسبة له والهجومية اللي قدرت ان هي بالطريقة دي تقعد وتروح المعدة تمام؟ يبا ادي كده عارفنا ليه اولا الاتش بيلوري ارتبطت بالمعدة مش حاجة تانية ابدا قدرت تعمل قصة ديت في زماننا ده المكتشف الا الجرثومة دي هادي الامرة واحدة لما نحب نطمن له استاذ عبدالسلام ونطمن احنا لكل ده اولا يا اخوانا اكتر من خمسين في المية على مستوى البوبيوليشا على مستوى العالم كله عنده البكتيريا دي تمام كده؟ يعني محدش يزعل اولا القصة ليه اولا ليه البريفلنس بتاحها يعني نسبة الحدوث عالية او كده ليه؟ لانها بتنتقل من اولا هي انتقلها بشري يعني من انسان الى انسان هتنتقل ازاي؟ بنقول كده معلش يعني عزورونا في اللفظ بنقول كده فيكو اورل او اورل تو اورل يعني من البراز معلش يعني ناسف من البراز الى الفم طب هتبقى ازاي يعني؟ الناس بقى اللي هي لو دلوقتي الاكل ملوس او حاجة زي كده تمام كده؟ يبقى حد ما بيغتسل كويس او حاجة يبقى البكتيريا دي بتنزل اعزاكم الله مع البراز وممكن بقى الانسان هو بالشطف والحاجة زي كده يبقى لسه فيه حاجة ايه في ايديه طبعا مع الاكل وكلام ده كده حتنتقل بالطريقة دي او اورل تو اورل يعني من الفم الى الفم طبعا اشهر حاجة زي كده البوس بقى تمام كده يبقى البوس الولد لابوه لامه وهكذا تمام؟ الزوج لزوجته او الحاجات دي عشان كده بنقول لو عندنا بيت مثلا حد عمل تحليل ايش بيلور طلع بوزة تياريت البقى يعمل لانه بنسبة بيها اكتر من خمسين في المية يمكن تمام كده بيكون الموضوع ايدي خلاص يبقى ادي اتكلمنا عن الترانسيميشن اللي هو وسائل النقل بتنتقل ازاي للانسان والحاجة التانية ليه البريفولنس بتاحها يعني نسبة الحدوث بتبقى عالية جدا بالطريقة دي تمام كده؟ طيب ليه بقى كل واحد دلوقت مش هيعمل القصة دي يعني مش هيعمل نسبة الحدوث عالية جدا طيب بس مش كل الناس بتروح تحلل صح؟ لان دلوقتي مش كل مش معنى ان البكتيريا دخلت جوه الجسم تمام كده؟ يبقى حصلت الاعراب بنسميه كده اسمتوماتيك يعني من جير اعراب يبقى وارد جدا الانسان يعيش بيها ما يكونش فيه اعراب طيب هل يجب ان كل واحد يحلل للبكتيريا دي ياريت؟ واذا طلعت ايجابية يأخذ العلاقة يبقى ما يستنهش لا يبدأ في العلاقة يبقى نقول كده والله عمل التحليل طلعت ان هي بوزدر يأخذ البرتوكول الاعرابي تمام كده؟ طيب يبقى اتكلمنا دلوقت في ايه هي البكتيريا دي؟ نسبة الحدوث؟ او ازاي بتنتقل؟ تمام؟ وابنتكلم دلوقت في العلاج العلاج يا اخوانا عندنا حاجة مهمة اوه احنا بنسمع كتير اوه على منك اه حاجات يقولك اخذ حاجات طبيعية واسيب لكم الادوية والمضادات الحيوية وحاجات زي كده تمام؟ محققين في بعض الشيء بس مش كل الشيء اولا بس احنا عايزين نتكلم قبل ما هتكلم في العلاج حنتكلم عن حاجة اسمها يعني مين اكتر ناس معرضة ان هي الجيلها البكتيريا دي؟ اولا احنا برضو اه فيه او اللي مش عارف المعدة عندك شوية ضعيفة مش كده هو طبعا فيها جزء من الصح بس مش كل الصح زي بالظبط اي واحد دلوقت مثلا يجي له نزلة برد مش هنقول له عشان منعتك ضعيفة يا سيد الفيروس موجود اتنقل لي خلاص تمام كده؟ انما مش معلن هو اتنقل ليك يبقى انت عندك مشكلة لا احنا بنقول له اكتر من 50% على مستوى العالم عنده البكتيريا دي فورد جدا يتنتقل بقى للشخص السليم الشخص المريض اصلا وهكذا تمام؟ الشخص في مناته ضعيفة وهكذا بنقول بس في ناس ريسكي فاكتور يعني معارضين اكتر مين هم؟ احنا بنتكلم دلوقت بالعقل كده انا بقول ان البكتيريا دي ماشي كده مفيش حد تجرق على المعدة عشان وجود الحمض يبقى اي حاجة بتقلق يقل لي بقى الحمض وارد هتبقى سهلة بقى المهم هتبقى سهلة بالنسبة لها زي البكتيريا صح؟ الحاجة التانية لو دلوقت البطانة بتاعت المعدة دي بطانة ضعيفة يبقى برضو هتبقى بالنسبة لها سهل ان هي ايه تقعد ويعني ايه تحط بقى رجلة على رجلة صح؟ طيب الكلام ده هيجي ازاي؟ يبقى لو واحد دلوقت بياخد مضادات حموضة عمال على بطال ماشي كده؟ مفيش حد بياخد عمال على بطال بس يعني ها شوقت حموضة يدلي لا اخد لا اقوى حاجة لا خلي الدوع لقد الحاجة مظبوط كده يبقى حموضة متوسطة او ضعيفة خد ياخد فوار بس وخلاص ماشي كده؟ عشان عشان ما تضعيفش حموضة المعدة انها ما تروحش تاخد الحاجات اللي بنسميها كده البروتن بانب انهيبتور اللي هي زي النيكسيام او البانتو برزول وحاجات زي كده فحاجة مش مستهلة معايا ازاي؟ هدي نقطة النقطة التانية بالنسبة لي الافراغ في تناول مسكنات ما هي المسكنات دايات بتعمل ايه؟ بتضعف البطانة بتاعت المعدة اهو صح كده؟ طب اصبحت المهمة بعد كده سهلة لهذه البكتيرين هي ايه؟ تحط رجل ع رجل مظبوط كده؟ يبقى ديت كده حاجات بالعقل كده يبقى علشان كده حتكون بالنسبة لنا فكرة العلاج ايه؟ انها دلوقتي ازود البطانة بتاعت المعدة ديت ماشي كده علشان ادي صبرت اكتر وبعض الحاجات بقى لو انا في الاصل عندي الحامض هنا ضعيف ممكن ازوده تخيل ازاي؟ ازود الحامض هنا علشان اصعب المهمة بتاعت مين؟ بتاعت البكتيرين هي تقعد وتعشش في المعدة وتعمل مشاكل دي خدوا بالحضراتكم من النقطة مهمة ان البكتيريا ديت يا اخوانا اولا قد تكون اسمتوماتك يعني من جير اعراض تمام كده؟ انما لو قعدت واستربعت بقى واستراحت كده خالص ده ممكن تعمل اولا حاجات بنسمى كده يا جسترايتس عن التها بمعدة لا الموضوع ممكن يزيد اكتر تعمل قرحة معده لا ده ممكن اكتر واكتر بقى لا قدر الله تعمل سرطان معده فمحدش يستهتر ابدا 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 بموضوع الايه؟ بموضوع جرسومة المعدة دي ندخل على العلاج؟ هنلاقي ناس بتتكلم معنا على الانترنت حاجات يا عمر اقولك اخد الحاجات الطبيعية زي المستيكا وزيت الجوز الهند ويخد العرق سوس العرق السوس على فكرة من حاجات الجميلة لحد ما يبطن جدر المعدة ومثلا يا سيدي ما هو انت خلي التفاح ماشي حاجات كلها كويسة انما انا صراحة اقولك الحاجات دي اتخدها في اطار المكملات يعني ما تعتمدش عليها اعتماد كل دي العلاج لا نسفه من اي حد يتكلم في الموضوع ده بس انا كنصيحة تعامل مع الكلام ده من باب المكملات طب ايه بقى العلاج البرتوكول هنا عبارة عن ثلاث حاجات كأدوية بقى اولا لازم حيكون في مضادات حيوية عشان انا بقولك بكتيريا يبقى لازم مضادة حيوية حط اسمها كده معايا عديك كمان حاجة تضي لحد ما تقلل الحامض بطاعة المعدة الله من ضمن الحاجات حاجة تقلل الحامض اه الفكرة هنا تبقى في ايه بقى انا بدي هنا حاجة بنسميها كده بروتوم بمب انهيبتور اللي هي زي النيكسيام او البنتو بروزول او هكذا الحاجة دي بتعمل ايه يا اخوة انهيبتضع في الحامض وما تكونش فبدل ما هي كانت مستخبية في جدار المعدة لقيت الدنيا بالنسبة لها ايه في الانتفاح بتاع المعدة وكده الدنيا مراحراحة بالنسبة لها فطلعت فدي تبقى تسهل اكتر عملية الايه الشغل بتاع المضادات الحيوية هين فاهم ما عايز زي ده 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 ليه بنحط حاجة في الاصل ان هي بتضعف الحامض ده انا قلت ان من الاسباب ان هي موجودة ان عدم وجود الحامض لا دنيا هنا بخلي برضو عدم وجود الحامض اكتر علشان ايه علشان حتة ان هي تسيب جدار المعدة وتبقى فيه الليومن اللي هو الانتفاح المعدة ده عشان تبقى مهمة المضادات الحيوية هنا اسهل بالنسبة لان هو يقتلها كويس المضادات الحيوية المستخدم عندنا كلياريس رومايسن ده بورتكول كده اسمه كلياريس رومايسن ومعال اموكساسيلن والميترونيدازول والبيبو ايزام التفاح تمام كده ده كده بورتكول بتفصيلات فيه عشان الوقت ما اسرقناش ممكن اي حد عنده تعقب عليه ممكن نتكلم في التعليقات او البرتكول الثاني اللي هو الليوفلوكساسين بنشيل بس الهنا الكلياريس رومايسن ونحط مكانه الليوفلوكساسين او البرتكول الثالث هو البرتكول البزمص البزمص مع الميترونيدازول والتيترا سايكلية دي كده البرتكولات المستخدمة اهم نصيح هنا لو سرحت وانت بتستخدم البرتكول اولا لو انت دلوقتي عندك اعراض وبدأت تاخد حاجات زي النيكسيام او غيره من فضلك ما تحللش دلوقتي استنى خمستاشر يوم بقى تجد روح حلل عشان تشوف فيه جرسومه ولا مفيش بالمناسبة او انا اعرف ازا كان عندي جرسومه او ما عنديش التحليل بتاع الكشف عن الجرسومه غير التحليل بتاع انا عايز اعرف ازا كان دلوقتي الاعلاج جاب بعين نتيجة او لا لا ازاي بقى التحليل واحد من ثلاثة حتى بنسمى كده يعني ما بتعملش منظار المنظار هنا ممكن برضو يستخدم بنسمى كده اللي هي مين بقى التلاثة تحليلات عندنا لمستخدمة حاجة زي كده تحليل دم والتحليل التاني اللي هو عبارة عن النفس اللي هو اليوريا النفخ والتحليل التالت اللي هو عن طريق البراز اعزاكم الله خلاص كده طيب لو انت رايح لسه هتعمل التحليل وانت بتاخد حاجة زي النيكسيام او الكريريس روميسن او الاموكسسلي من فضلك توقف عنهم يعني خلص اللي انت كنت بتاخدهم ده ما تاخدش بقى توقف خالص وانتظر خمساشر يوم بقى كده اعمل التحليل عشان ما تعمليش حاجة اسمها فولس نيجاتيف يعني تديني نتيجة هي صحيح سلبية بس مش سلبية مش سلبي حقيقة بنسمى كده فولس يعني طلع صحيح سلبي بس هي ايه مش صح بنسمة 100% طب انت دلوقتي خدت الكورس الطبيب كتب لك الكورس اللي انت هتاخده ماشي بتستنى بعد ما تخلصه بتستنى شهر كامل وبعد ما تروح تعمل التحليل عشان نشوف الدواء جاب معك نتيجة او لا هنا التحليل اللي بنفعه بقى اللي هو التحليل اللي براز اعزاكم الله والتحليل التاني اللي هو ايه اللي هو النفر انما التحليل الدم هنا ما بينفعش او خلص؟ طيب عشان وقت الفيديو ما يعني ما يطولش اكتر من كده اي حد ليه تفصيلات بالنسبة ليه الموضوع ده تحت امره ان شاء الله على الخاص فيه بس حاجة برضو من الحاجات اللي هي جلد دوائية برضو هتسمع عن حاجة الكورومب اه الكورومب يعالج الجرسومة ممكن تمام كده؟ علشان فيه مادة اسمها سلفورة فات تمام كده؟ بس بنأكد محدش يعتمد على الكلام ده اه اعتماد كله الاساس دواء ده نصيحتي وممكن مع الحاجات ديت مع الدواء اخد الحاجات ديت تمام؟ طيب شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة